كان هناك شاب يعيش مع والدته بعد أن توفي والده من زمن طويل وصممت والدته أن تجعله يكمل دراسته وأن تتحمل هي وحدها كافة مصاريفه فكانت تعمل وتنفق عليه وعلى دراسته وتمنعه من العمل حتى يتمكن من الدراسة قبل أن ينتهي الشاب من إكمال دراسته توفيت الأم رحمه الله فحزن قلبه لفراقها وبكى عليها كثيرا ونذر لله عز وجل أن يخرج من راتبه بشكل شهري مبلغا يجعله للفقراء والمحتاجين وفي نيته أن يكون ثواب وأجر هذه الصدقة إلى أمه كما أقسم على نفسه أنه لن تفوته سجدة واحدة إلا ودعا لأمه وأن يتصدق ويبني المساجد ويأتي بالبرادات ويفعل الخير الكثير ويهب ثواب وأجر كل هذا إلى أمه مرت الأيام وتزوج الشاب وأنجب ولدا سماه محمدا وفي يوم من الأيام وبينما هو خارج للصلاة رأى مجموعة من رجال يضعون براد ماء في مسجد حيهم فضاق صدره عندما أدرك أنه نسي هذا المسجد قائلا في نفسه لقد وضعت في أماكن كثيرة ونسيت أن أضع برادا في مسجد حينا وبينما هو يفكر في ذلك فإذا بإمام المسجد يلحق به ويناديه قائلا بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أبا محمد على براد الماء تعجب الرجل من كلام الشيخ وقال ولكن هذا البراد ليس مني فقال الشيخ بل هو منك أحضره اليوم ابنك وقال أنه منك وإذا بابنه الصغير يقبل عليه ويقبل يده ويقول إنه مني يا أبي ولكنني نويت أن أهب أجره لك وأدعو الله عز وجل أن يتقبله سقاك الله من أجره بسلسبيل الجنة دمعت عين الرجل وسأل ابنه ومن أين أحضرت ثمنها يا بني وأنت لا تزال في الصف الأول الثانوي ولا تعمل وليس لك دخل فقال الابن منذ خمس سنوات بدأت أجمع وأدخر المال من مصروفي ومن أي مال تعطيني إياه حتى تمكنت اليوم من شراء هذا البراد لأبرك به كما بررت جددي رحمه الله على مدار سنوات ورأيتك تفعل ذلك دائما في كل موضع وحين فسبحان الله صدق من قال قديما البر دين وسيعود لك يوما في أولادك والعقوق كذلك سيرجع لك يوما ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عاش رجلان في قرية متصاحبين أحدهما كان فقيرا ابتلاه الله بضيق ذات اليد وقلة الرزق والمال ولكنه أنعم عليه بأعظم نعمة وهي نعمة الإيمان واليقين والرضى بقدر الله سبحانه وتعالى وابتغاء ما عند الله وهي نعم تفوق المال والمتاع أما صاحبه الكافر فقد ابتلاه الله بأنبسط له الرزق ووسع عليه في الدنيا وآتاه الكثير من المال والمتاع ليختبره هل يطغى بما عنده أم يتواضع وهل يشكر الخالق أم يكفر به لقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بأن جعل من أملاكه جنتين ويقصط بالجنة البستان أو المزرعة وقد فجر الله عز وجل له نهرا فكان يجري بين المزرعتين ورغم هذا الرزق كان الغني متكبرا على النعم ومغرورة فهو لا يحمد ربه ولا يشكره وينكر النعمة ويجحدها دائما كما كان لا يخرج صدقة لمحتاج أو يساعد فقيرا من الفقراء أعجب الرجل الكافر بجنتيه ودخلهما وهو ظالم للنفسه كافر بربه متكبر على الآخرين فقال عند دخوله إليهما إنهما مزرعتان دائمتان أبديتان لن تهلك أبدا وليس هناك بعث ولا آخرة ولا جنة غير هاتين الجنتين وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ولاحظ صاحبه المؤمن الفقير الصابر غرر صاحبه وبطره فدعاه إلى الإيمان بالله وشكره والاعتماد عليه وليس على مزرعتين وأن يقول عندما يدخل جنتيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله وحذره من عاصفة أو صاعقة تأتي عليهم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وتحرقهما وتبيدهما بالكامل ولكن الكافر المغرور رفض كلام وتحذير صاحبه المؤمن بالله وقال له أسكت أيها الفقير لا أريد منك نصحا فأنا لا أؤمن بوجود يوم للحساب ولا يقاب أجابه الرجل الفقير بهدوء وخشوع أتكفر بالذي خلقك من تراب ورزقك وسواك وأنعم عليك بكل هذه النعم وفي صباح اليوم التالي خرج الغني إلى حديقتيه كعادته وعندما وصل اندهش من المنظر الذي رأاه فقد وجد حديقتيه تحولتا إلى خراب كل الأوراق جفت والثمار تساقطت وماء النهر لم يعد موجودا لم يبقى شيء فيهما على حاله وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا